مع استمرار الخلافات بين الأحزاب الحاكمة في كردستان العراق تسعى قوى الإطار التنسيقي لتحجيم تجربة العمران والاستقرار الأمني النسبي في المحافظات الشمالية ضمن محاولاتها صرف الأنظار وكف الحرج عنها جراء تزايد نسب الفقر وانهيار الخدمات بمحافظات وسط وجنوبي العراق ومناطق تقول الأحزاب إنها حواضنها الشعبية خلال المواسم الانتخابية تأزم أوضاع كردستان العراق فاقمه توقف تصدير النفط عبر ميناء جهان التركي والذي كانت إيراداته تسد جزءا من النفقات وعديدة هي صور الأزمات يأتي على رأسها ارتفاع معدلات البطالة وتصاعد رغبة شريحة الشباب بالهجرة باتجاه الاتحاد الأوروبي بحثا عن مستقبل أفضل وزاد من صور المعاناة شلل ضرب الأسواق والمشاريع الاستثمارية على إثر أزمة خفاض قيمة الدينار أمام الدولار إضافة إلى استمرار أزمة صرف الرواتب التي أفضت إلى خروج تظاهرات للموظفين للمطالبة بصرف مستحقاتهم وإبعادهم عن الخلافات السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل إلى جانب إضراب المعلمين والتدريسيين والذي أثر سلبا على العملية التعليمية في المحافظات الشمالية التضييق الحكومي على كردستان العراق بإعاز من أحزاب الإطار التنسيقي أجبر الكثير من القطاعات الاقتصادية مثل المصانع والمحلات التجارية على غلق أبوابها أو تقليص عدد عمالها الأمر الذي فاقم من معدلات البطالة بين السكان خاصة مع انتشار العمالة الأجنبية ومنها الإيرانية الذين يعملون بأجور زهيدة خلافا لقوانين العمل ما ترك حكومة أربيل في حيرة من أمرها وهي تواجه عاصفة اقتصادية غير مسبوقة خلفتها المشاكل السياسية المفتعلة بين الشركاء ترجمة نانسي قنقر